رابعاً ألف أنجز كل عملية وفقاً للوضع العمودي بعد زيادة عدد مناسب إلى كل من حديها خمسة وسبعون ناقص ثمانية وأربعون تسعون ناقص أربعة وستون ثلاثة وتسعون ناقص ستة وخمسون واحد وثمانون ناقص اثنان وثلاثون تسعون ناقص سبعة وسبعون الإجابة نزيد ثلاثة لحدي العملية الأولى خمسة للثانية إثنان للثالثة أربعة للرابعة وستة للخامسة خمسة وسبعون إلا ثمانية وأربعون أبدأ بمنزلة الأحد فأقول خمسة إلا ثمانية لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات خمسة عشر إلا ثمانية يساوي سبعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات سبعة إلا خمسة يساوي إثنين نضيف ثلاثة إلى حدي العملية سنتحصل على ثمانية وسبعين إلا واحد وخمسين ثمانية إلا واحد يساوي سبعة سبعة إلا خمسة يساوي إثنين إذن تكون النتيجة سبعة وعشرون تسعون إلا أربعة وستون أبدأ بمنزلة الأحد فأقول سفر إلا أربعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات عشر إلا أربعة يساوي ستة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات تسعة إلا سبعة يساوي إثنين نضيف خمسة إلى حدي العملية سنتحصل على خمسة وتسعين إلا تسعة وستين فأقول خمسة إلا تسعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات خمسة عشر إلا تسعة يساوي ستة تسعة إلا سبعة يساوي إثنين إذن تكون النتيجة ستة وعشرون ثلاثة وتسعون إلا ستة وخمسون أبدأ بمنزلة الأحد فأقول ثلاثة إلا ستة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات ثلاثة عشر إلا ستة يساوي سبعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات تسعة إلا ستة يساوي ثلاثة نضيف إثنان إلى حدي العملية سنتحصل على خمسة وتسعين إلا ثمانية وخمسين فأقول خمسة إلا ثمانية لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات خمسة عشر إلا ثمانية يساوي سبعة تسعة إلا ستة يساوي ثلاثة إذن تكون النتيجة سبعة وثلاثون واحد وثمانون إلا إثنان وثلاثون أبدأ بمنزلة الأحد فأقول واحد إلا إثنان لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات إحدى عشر إلا إثنان يساوي تسعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات ثمانية إلا أربعة يساوي أربعة نضيف أربعة إلى حدي العملية سنتحصل على خمسة وثمانين إلا ستة وثلاثين فأقول خمسة إلا ستة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات خمسة عشر إلا ستة يساوي تسعة ثمانية إلا أربعة يساوي أربعة إذن تكون النتيجة تسعة وأربعون تسعون إلا سبعة وسبعون أبدأ بمنزلة الأحد فأقول سفر إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات عشر إلا سبعة يساوي ثلاثة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات تسعة إلا ثمانية يساوي واحد نضيف ستة إلى حدي العملية سنتحصل على ستة وتسعين إلا ثلاثة وثمانين ستة إلا ثلاثة يساوي ثلاثة تسعة إلا ثمانية يساوي واحد إذن تكون النتيجة سلاسة عشر باء أذكر ما لاحظته الإجابة نلاحظ أن كلما أضفنا نفس العدد لحدي كل عملية حافظنا على نفس النتيجة خامساً أنجز كل عملية وفقاً للوضع العمودي أربعة وثمانون ناقص ثمانية وخمسون مائتان وستة وسبعون ناقص سبعة وخمسون أربعمائة وواحد وثمانون ناقص مائتان وتسعة وسبعون ثلاثة وتسعون ناقص خمسة وأربعون ثلاثمائة واثنان وأربعون ناقص مائة وثمانية وعشرون خمسمائة وستون ناقص ثلاثمائة وواحد وعشرون الإجابة أربعة وثمانون إلا ثمانية وخمسون أبدأ بمنزلة الأحاد فأقول أربعة إلا ثمانية لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات أربعة عشر إلا ثمانية يساوي ستة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات ثمانية إلا ستة يساوي إثنين إذن تكون النتيجة ستة وعشرون مئتان وستة وسبعون إلا سبعة وخمسون أبدأ بمنزلة الأحاد فأقول ستة إلا سبعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات ستة عشر إلا سبعة يساوي تسعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات سبعة إلا ستة يساوي واحد ثم أنتقل إلى منزلة المئات إثنان إلا سفر يساوي إثنين إذن تكون النتيجة مئتان وتسعة عشر أربعمائة وواحد وثمانون إلا مئتان وتسعة وسبعون أبدأ بمنزلة الأحاد فأقول واحد إلا تسعة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات إحدى عشر إلا تسعة يساوي إثنين ثم أنتقل إلى منزلة العشرات ثمانية إلا ثمانية يساوي سفر ثم أنتقل إلى منزلة المئات أربعة إلا إثنان يساوي إثنين إذن تكون النتيجة مئتان واثنان ثلاثة وتسعون إلا خمسة وأربعون أبدأ بمنزلة الآحاد فأقول ثلاثة إلا خمسة لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات ثلاثة عشر إلا خمسة يساوي ثمانية ثم أنتقل إلى منزلة العشرات تسعة إلا خمسة يساوي أربعة إذن تكون النتيجة ثمانية وأربعون خمسمائة وستون إلا ثلاثمائة وواحد وعشرون أبدأ بمنزلة الآحاد فأقول سفر إلا واحد لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات عشر إلا واحد يساوي تسعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات ستة إلا ثلاثة يساوي ثلاثة ثم أنتقل إلى منزلة المئات خمسة إلا ثلاثة يساوي إثنين إذن تكون النتيجة مئتان وتسعة وثلاثون ثلاثمائة واثنان وأربعون إلا مئة وثمانية وعشرون أبدأ بمنزلة الآحاد فأقول إثنان إلا ثمانية لا يمكن فأستعير واحد من منزلة العشرات إثنى عشر إلا ثمانية يساوي أربعة ثم أنتقل إلى منزلة العشرات أربعة إلا ثلاثة يساوي واحد ثم أنتقل إلى منزلة المئات ثلاثة إلا واحد يساوي إثنين إذن تكون النتيجة مئتان وأربعة عشر سادساً أنجز كل عملية وفقاً للوضع العمودي ثلاثمائة وسبعة وأربعون ناقص مئة وخمسة وثمانون خمسمائة وثمانية ناقص ثلاثمائة واربعة وستون ستمائة وثلاثة وستون ناقص مئتان وتسعة وثمانون أربعمائة وتسعة وستون ناقص ثلاثة وتسعون مئتان وخمسة وأربعون ناقص مئة وتسعة وسبعون أربعمائة وواحد ناقص مئتان وثمانية الإجابة 347 إلا 185 أبدأ بمنزلة الآحد 7 إلا 5 يساوي 2 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 4 إلا 8 لا يمكن فأستعير واحد من منزلة المئات 14 إلا 8 يساوي 6 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 3 إلا 2 يساوي 1 إذن تكون النتيجة 162 508 إلا 364 أبدأ بمنزلة الآحد 8 إلا 4 يساوي 4 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 0 إلا 6 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 10 إلا 6 يساوي 4 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 5 إلا 4 يساوي 1 5 إلا 4 يساوي 1 6 إلا 9 يساوي 7 6 إلا 9 يساوي 7 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 4 إلا 1 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 376 663 إلا 289 أبدأ بمنزلة الآحد فأقول 3 إلا 9 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 13 إلا 9 يساوي 4 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 6 إلا 8 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 16 إلا 9 يساوي 7 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 6 إلا 3 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 374 245 إلا 179 أبدأ بمنزلة الآحد فأقول 5 إلا 9 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 15 إلا 9 يساوي 6 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 4 إلا 8 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 14 إلا 8 يساوي 6 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 2 إلا 2 يساوي 0 إذن تكون النتيجة 66 401 إلا 208 أبدأ بمنزلة الآحد فأقول 1 إلا 8 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 11 إلا 8 11 إلا 8 1 يساوي 9 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 4 إلا 3 يساوي 1 إذن تكون النتيجة 193 سابعاً طول الطريق الرابطة بين منزلنا والمدرسة 900 متر قامت البلدية بتعبيدها فأنجز العمال منها في اليوم الأول مسافة طولها 295 متراً وفي اليوم الثاني مسافة أطول من الأولى بـ 45 متراً ألف أحسب قيص طول المسافة المعبدة في اليوم الثاني الإجابة المسافة المعبدة في اليوم الثاني تساوي المسافة المعبدة في اليوم الأول ناقص 45 متراً 295 ناقص 45 يساوي 250 متراً 295 إلا 45 أبدأ بمنزلة الآحد 5 إلا 5 يساوي 0 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 9 إلا 4 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 2 إلا 0 يساوي 2 إذن تكون النتيجة 250 باء أنهى العمال تعبيد الطريق في اليوم الثالث أبحث عن قيص طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث الإجابة طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث تساوي طول الطريق ناقص طول المسافة المعبدة في اليوم الأول زائد طول المسافة المعبدة في اليوم الثاني طول المسافة المعبدة في اليوم الثاني 295 زائد 250 يساوي 545 مترا 295 مع 250 أبدأ بمنزلة الأحد 5 مع 0 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات 9 مع 5 يساوي 14 نكتب 4 ونحتفظ بالواحد في منزلة المئات ثم أنتقل إلى منزلة المئات 3 مع 2 يساوي 5 إذن تكون النتيجة 545 طول المسافة المعبدة في اليوم الثالث 900 ناقص 545 يساوي 355 مترا 900 إلا 545 أبدأ بمنزلة الأحد فأقول 0 إلا 5 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة العشرات 10 إلا 5 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة العشرات فأقول 0 إلا 5 لا يمكن فأستعير 1 من منزلة المئات 10 إلا 5 يساوي 5 ثم أنتقل إلى منزلة المئات 9 إلا 6 يساوي 3 إذن تكون النتيجة 355 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر